اناب صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن الخليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور حفل تخريج الفوج العاشر الذي اقامته صباح اليوم الكلي الملكي للجراحين في ايرلندا جامعة البحرين الطبية وشهد تخريج 134 طبيبا وذلك بحضور اكثر من الف شخص من اساتذة وموظفية الجامعة وكبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين وعائلات الطلاب وكبار ممثلية الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا في دابلن وبهذا المناسبة نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تهني وتبركات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الى الخريجين واولياء امورهم وتمنية سمو لهم بمستقبل واعد في الارتقاء بمهنة الطب ورسالتها النبيلة في خدمة المجتمع واكد سمو اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتطوير القطاع الطبي ورفضه بالكوادر المؤهلة علميا على اعلى المستويات للمساهمة في الارتقاء بالخدمات الطبية في المملكة وتعزيز ما اكتسبته من مكانة وسمعة طيبة على مستوى المنطقة واشهد سمو بالدور الرائد للكلية الملكية للجراحين في ايرلندا جامعة البحرين الطبية في اعداد وتأهيل الكفاءات الطبية والتمريضية استنادا الى ما تملك من خبرة ومكانة عريقة في مجال التعليم الطبي وحرصها على مواكبة احدث ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي الهام ونوى سمو الى ان النجاح الكلية في توفير بيئة تعليمية متميزة تتمتع بأعلى المعايير العالمية جعلها محط اهتمام الطلبة والدارسين من مختلف دول المنطقة وبالشكل الذي يعكس توجهات الحكومة ومساعيها لتعزيز الاستثمار في مجال التعليم العالي وجعل المملكة وجهة رائدة في مجال التعليم وعرب سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة عن خالص تهاني الاطباء الخريجين واسرهم متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية من جانبه عرب رئيس الكلية الملكية للجراحين في ارلندا السيد كينيث ميلي في كلمته عن خالص الشكر لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء على تفضل سموه برعاية الحفل كما توجه بالشكر الى سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نائب رعي الحفل وهن الخريجين على انجازاتهم وادائهم المتميز اثناء سنوات الدراسة ومحققوهم من مستويات تعليمية ودراسية عالية مشيرا الى ان الحفل هذا العام شهد تخريج اكبر عدد من الاطباء تخرجه الجامعة منذ تأسيسها واشاد رئيس الكلية الملكية للجراحين في ارلندا بالعلاقة المتميزة القائمة بين الكلية الملكية للجراحين في ارلندا ومملكة البحرين ثم قام السيد كينث ميلي والبروفيسور سمير الاعتوم رئيس جامعة البحرين الطبية بتسليم الخريجين شهاداتهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدراسية التابعة لكلية الجراحين الملكية الايرلندية لينتقل بهم الامر نحو تطبيق ما نهلوه من العلم والمعرفة على ارض الواقع في مجال المداوات والتصدي لمختلف الاسقام لضمان عافية العليل وتطبيب الامه كاطباء بحرينيين يقع على كاهلهم الحفاظ على كفاءة وجودة القطاع الطبي في المملكة الاطباء اللي تخرجهم الجامعة هذي يمكن تقريبا نصهم بحرينيين تقريبا والباقي من دول الخليج ودول اخرى فهي معنات انها اصبحت يعني مؤسسة دولية واقليمية من بس بحرينية وهذا حقيقة سبب نحن يعني نفتخر بوجودها عندنا والحقيقة ان هي يعني خريجينها اصبحوا الان مستشارين طبيين اسوعة سواء واسات في الجامعة نفس الجامعة الايرلندية تقوم بهذا الدور من خلال سنويا تقوم بتخريج دفعات من الطلبة الخريجين الذين قضوا سنوات ليست بالسهلة للتدريب والعمل الجاد وهناك تعاون مستمر ما بين وزارة الصحة والجامعة وخاصة بعد تأهيلهم في هذه المؤسسة تقوم الوزارة الصحة بدورها من خلال استمرار تدريبهم حتى يستطيعون ان يلتحقوا بسوق العمل نقوم بحمد من الله بدور كبير لاجل تخريج طلبة قادرين على ممارسة الطب باحلى المستويات ومواكبة الاحداث الطبية الجديدة التي تحدث من وقت الى اخر فهذا شعارنا بحاجة الى قياديين في مجال الرعاية الصحية والهدف ايضا هو تحسين من الرعاية الصحية في البحرين وعلى مستوى الخليج وابعد من ذلك مائة واربعة وثلاثون خريجا جادوا بمثابرتهم وكدهم خلال خمس سنوات خلت ليجود عليهم هذا اليوم بفرحة لا توازيها فرحة بنيلهم شهادة التخرج وإقرار الهيئة التدريسية بمنحهم لقب اطباء لا حدود لابداعاتهم كان طريق شاق من البداية الطب متخصص صعب يحتاج عزيمة وإرادة وحب وشغف في البداية كان طريق شوي متعثر لكن بالالتزام بالدراسة والمثابرة والتشجيع من الاهل اهم شيء قدرنا الحمد لله ان نوصل بفضل الله أول إشي بفضل الأصدقاء والعائلة والسادذ الكرام والجامعة يعني الحمد لله كل هذا بتعبهم طبعا بتعبنا يعني واشتغلنا واجتهدنا وتعبنا والحمد لله وصلنا يعني إلى هاي المرحلة الشعور لا يوصف صراحة بعد كمية التعب والسهر الحمد لله تحقق الحلم البحرين كانت وما زالت تولي القطاع الطبي والصحي اهتماما كبيرا من خلال التوسع في إقامة المنشآت الطبية وتزويدها بأحدث المعدات العصرية ناهيك عن رعايتها وتطوير التعليم الطبي في مؤسساتها الأكاديمية ليكون مواكبا لأحدث النظم العالمية في هذا المجال إن تخريج الفوض العاشر من طلبته جامعة البحرين الطبية ما هو إلا انعكاس لنجاحات تتوالى تمضى البحرين نحو إحقاقها في خلق عناصر بشرية مؤهلة ومدربة في مجال الطب وهي بذلك تبشر بالنهوض بالقطاع الصحي في المملكة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات